يعني هو لا ده الهدف لما انا ده دودو الجباس احنا كده روح لها دودو الجباس معلش اه ده نادي ليرس البلجيكي مبارح كانت مباراة مش غريبا يعني دودو الجباس وعمر بركات بلعبوا دور درجة تانية في ليرس بص هو المهندس ماجد سامي يمكن طبعا تعرف هو رئيس نادي وعدد درجة بص انا مش بتكلم على النادي لفسه انا مش بتكلم على اللعيب وقيمة العيد يعني انت النهار ده خارج من المقصة خارج لعيب كبير لعيب تئيل بترعب في دور درجة تانية برضو وبعدين في بلجيكا يعني لو بترعب مثلا في اسبانيا او بترعب في انجرترا ممكن نقول اوكي ما فيش مشكلة ما عندناش مانايا لكنك تخرج كمان ترعب في دور الدرجة تانية بيش صعبة شوية دي بصوا عمر بركات اتباع من المقصة لنادي ليرس بخمسمائة الف دولار ده طبعا يعطبا رقم كبير رقم كبير يعني حوالي اكثر من خمسة مليون اه يعني تريبا ستة مليون جنيه مصري فبالتالي رقم كبير انا بس كنت بكملك مانس ماجد سامي هو رئيس نادي وادي ديجلا ورئيس نادي ليرس فهو عنده يعني هدف في السنة دي ان هو يصعد بفريق ليرس من الدرجة التانية للدورة الممتاز عشان الحال الهدف ده لازم يعمل تعقودات مع نجوم كبيرة ويمكن صرف مبالغ كبيرة جدا سواء في الشرع اللاعبين او حتى المرتبات اللي بياخدوها يعني هما رغم ان هما درجة تانية في بلجيكا لكن بياخدوا يعني مرتبات اللاعبين اعلى من اللي بتياخدوها هنا في مصر هيساعد السرين انا شايف ان هما بدين بداية كويسة يعني لغاية ده لقت بداية كويسة ويمكن عمل برضو اكتر من حاجة يمكن خد دودو الجباس ومصطفى جلال اتنين لعيبة هنا من ودي ديجلا اخد عمر بركات زي ما انت قلت مصر المقصة دول تلت لعيبة مصري متواجدين في الفريق